ألا ترين أنه كما يقول بعض المراقبين النهاية السياسية لمستقبل نيتنياهو فإن الإدارة أمريكية تريد أن تعيش في نفس المأزق وربما تريد الخروج من هذا القارب المثقوب ألا ترين أنها الآن في حالة ضغط ومقبلة على محك سياسي هام وهو الانتخابات التمهيدية تمهيدة للانتخابات الرئاسية يعني كما ذكرت لك وأؤكد أن الاختلافات ما بين الإدارة الديموقراطية وما بين نيتنياهو هي اختلافات شخصية أكثر ما هي جوهرية أو مفصلية ومن أهم الأسباب التي دفعت إدارة جو بايدن لمحاولة الإطاحة بنتنياهو في هذه المرحلة حتى بدعم غير مباشر للتحركات الداخلية هي أن نيتنياهو بالسليقة يذهب باللوبيات اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المرشح الجمهوري كما فعل في عهد دونالد ترامب وبالتالي حاولهم التخلص منه في هذه الأزمة واستغلال الإطاحة بها ولكن هذا لا يعني أن الديموقراطيين لديهم مشكلة في الحرب على قطع غزة هو الخلاف أصلا كان على أن أمريكا أرادت بأن تتم أو تبدأ الحرب من الحدود الشمالية الشرقية في سوريا لإغلاق الحدود ما بين سوريا والعراق وبدأت المنطقة هناك تشتعل بشكل كبير ولكن للأسف بالنسبة لأمريكا اشتعلت في مكان آخر ولفتت الأنظار كانت أمريكا تريد القضاء على حماس ضمن أضرع إيران ولكن الحقيقة الآن أن حماس فرضت أجندتها وسيطرتها على إيران قبل حتى على المعاصق الغربي هذه النقطة النقطة الثانية أن الإدارة الأمريكية جو بايدن يذهب إلى الانتخابات في هذه المرحلة إذا قدر له وخض الانتخابات أنا لا أعتقد ذلك يذهب بهزيمة سقيلة جدا على أمريكا وعلى المعاصق الغربي في أوكرانيا وبالتالي إذا نظرنا للعقلية البراجماتية الأمريكية هي تحاول الآن تحقيق أي مكسف في منطقة الشرق الأوسط يعني يمحو عنها هزيمة أوكرانيا أمام بوتين وهذا أعتقد هذا هو الفكر السائد حاليا في دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن المفكر الفرنسي أتذكر تيري ميسان وهو مفكر عظيم ولديه علم واسع بيء الشؤون الأمريكية ذكر في عام 2023 في أول عام 2023 وقبل أحداث السبع من أكتوبر قال أن بعد الهزيمة الأمريكية الغربية في أوكرانيا ستشتعل الحرب في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا لن يستطيع الديموقراتيون الذهاب إلى الانتخابات القادمة ومواجهة الجمهوريين بهذه الهزيمة الكبيرة في أوكرانيا أمام بوتين وبالتالي أعتقد أن أمريكا كانت تريد الحرب في هذه المنطقة للقفز على كثير من الخطوات التي اتخذتها المنطقة ضد الصالح الأمريكية ولكنها تصب في صالح المنطقة من أهم هذه الخطوات التي أعدت الاستقرار النسبي لهذه المنطقة الاتفاق السعودي الإيراني بداية المباحثات ما بين مصر وإيران وكان سيكتمح الحالة كبيرة في ملف اليمن وفي ملف لبنان وفي ملف سوريا عودت سوريا إلى الجامعة العربية هذا أزعج أمريكا بشكل كبير النقطة الثالثة وهي الأهم وتحدث عنها سيناتور لينسي جرهام منذ فترة طويلة وقبل حتى أحداث قطاع غزة قال أننا لا نستطيع مواجهة الصين الآن عسكريا ستكون التكلفة كبيرة على العالم ولكن إذا فكرت الصين في غزو تايوان أو السيطرة على تايوان كما تتحدث الوسائق الاستخباراتية الأمريكية بأن هذا ما يحدث في عام 2024 ليس أمامنا إلا قطع حركة التجارة وتدفق النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى الصين وبالتالي تضع في الصين اقتصادين وتتحطم داخلين بناء على كل هذه المعلومات التي ذكرتها لك وأكد أن من مصلحة أمريكا كبريطانيا الحرب في منطقة الشرق الأوسط لحتى قطع الطريق على النفوذ الروسي الصيني المتصاعد في هذه المنطقة وفي إفراقيا